إذن مشاهدين نتابع في نشرتنا أسلوب أعلاني جديد استعمله الفريق الذي هاجم زيارة سوريا عشوائيا في محاولة صبيانية للتشويش عليها منشورات التقطت بعض كاميرات المراقبة من وزعها ليلا في المناطق لم يكتفي فريق الغالبية النيابية بشن الهجومات الكلامية المنظمة على زيارة رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون إلى سوريا بل وصل الأمر بالبعض إلى توزيع صورة في مناطق جبيل وكسروان وغيرها تحمل عبارات التهجم والتجنية على شباب التيار الوطني الحر والعماد عون محاولين تشويها هذه الزيارة بل أبعد من ذلك تحريف الحقيقة وللتذكير فمن وزع هذه الصور هو نفسه الذي ساند الجيش السوري بمدفعيته في اجتياح القصر الجمهوري ومبنى وزارة الدفاع الوطني في اليارزي صباح الثالث عشر من تشرين الأول عام 1990 تحت شعار التخلص من شبح العماد عون وهذا ما ينقض الكلمة الأولى التي حملتها الصورة أي الخيانة أما بالنسبة إلى النسيان فالسؤال الذي يطرح هل نسي هذا البعض مشاركته في الحكومة الأولى بعد الطائف التي شكلت برعاية سورية عام 1991 عبر وزيره روجيديب أما العار الذي تحدثت عنه الصورة فيرتبط بالزيارة التي قام بها وفد حزبي رفيع المستوى عام 1994 إلى القرداحة لتقديم واجب التعزية للرئيس السوري حافظ الأسد بعد وفاة نجله باسل هذا فضلا عن مواقف سياسية عدة تتناقض مع من هاجم زيارة العماد عون ومنها في الإشكال الذي حصل في تشرين الثاني من العام 2004 حين قام طلاب الطيار الوطني الحر بحملة إعلانية مطالبة بتنفيذ القرار 1559 ومن ثم رفعوا هذه اللوحات في تظاهرة ذكر الاستقلال من الشهر نفسه في ساحة المتحف الوطني ما أثار حفيظة الطلاب التابعين لهذا الفريق السياسي نظرا لرفضهم القرار أنذاك محطات وطنية سوداء لا تعد ولا تحصى في تاريخ هذا البعض الذي امتهن تشويه الحقائق عبر حملات صبيانية لا تجد صدا لها في أي مكان مجلس الوزراء منعقد في هذه الأثناء في قصر بعبدة بعد عودة رئيس الجمهورية من ترجمة نانسي قنقر